السلام عليكم الابنات مرحبا بكم في قناة اميرا كوزين دي زاد نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله جيتكم في فيديو تحت حليا خفيفة ضريفة بما انو موسم الاحتفالات يعني راقرب رأس السنة للناس اللي يحتفلوا به وكما تعرفوا رانا عطلا يعني في العطلا يقوى الزيارات والصهرات وحدي الضيفة تحت حليا خفيفة ضريفة معروفة عند البعض وكي اللي ما يعرفهاش يعني حاجة خفيفة ضريفة بالنسبة المقادر تاع لو تيغا بيسو تعنا واش نستحقو نستحقو ربع حبات بيض كي ما راكم تشوفو نستحقو ربع مغار فتع سكر وإلا قدرتو ثلاثة بيض نديرو ثلاثة سكر نستحقو 250 جرام من جبن الماسكاربون يعني 250 جرام دو ماسكاربون نستحقو لبودواغ ولا هذو لبسكويت شامبان ولا كل واحد كيفاش يعيط لهم وهنا نستحقو قهوة تكون مرة وتكون قطعة هنالتر قهوة برس ولا تقدروا نسكافي ولا المهم تكون شوية قطعة وتكون بردة هنالحاجة اللي اللي نديرو هالبنات هي نحزلوا السافر على البيض يعني نسيبار لبلن على لجونة تاعو البيض ونديرو الولا نطلعوا البيض البيض تاعنا ان نج هنالعطيكم طريقة لبنات ديرو لورشة ملح يطلع لكم بالخفو يطلع لكم تخي تخي بيين وهنا يا كي ما قلت لكم نستحقو ربع مغار فتع سكر هنالنضربو تخي 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 بيين بالباطر لبنات حتى يبيضنا الخاليط تاعنا كي ما راكم شوفو نبدو نزيدو الماسكاربون تاعنا وهنا لبنات بالنسبة لصفر البيض إلا كنتوا راح تستهلكوها يعني غابدمن تديرو غير هكا وإلا راكم عارفينو حكم ما كي راكم رايحين نعفو نديرو كونتيتي كبيرة وتستحفظو عليه تقدرو تضربو البيض تاعكم شو غنبا ماغي باش تعقمو هذك البيض تاعكم يعني باش شغل طيبو انديركتما هنا كي ما قلت لكم نخلطو جوبنا الماسكاربون تاعنا مع البيض بلا سباتول وإلا ما قدرتوش أنا هنا يمع الفان غير بركي ما وريتلكم ش ضربتشو يا بالباتر مي يعني فيتاس تكون قليلة يعني سرعا منخافضة باش يتخلط لي فاسي المو مي ضروري تضربو مليح لبنات سافار البيض مع السكر باش يروح لنا لقو تع تعصق تاع البيض الخضر يعني هي صراحة ما تستبنوش فيها البيض الخضر وهنا شوفوا بايض البيض كيفاش تلع لبنات كي تشوفو بلي طلاع ويشد في الفوية عرفوا بليس بلي سيبون خلاص راهواجد وكي ما قلت لكم زيدوا الورشات على الملح رح يطلع لكم فاسي المو هنا نبدأ ونخلطو يعني ندخلو سافر البيض اه بايض البيض عفوان تعنا في السافر غير بلاقي لبنات باش في الثالي تولي عندنا اونموس يعني نحاولو منكسروش البيض البيض بتاعنا كي ما راكم تشوفو توجوغ نطوء توجوغ نخلطو من الفوق اللي تحت هنا راكم تشوفو شوفو الخليط التاعي راهو تتخلط مليح نزيد شوية بس كما زل يباقي شوية يعني حبيبات تتاع بيض البيض هذا ما زل شوية ما تخلطوش من دمجوش مليح مع بعضهم البعض وهذا الخطوة ديروها بيض ديكم لبنات ما تديروهاش بالباطيق باش متعودوش تكسروا بيض البيض بس كي حنا نستحقوو تكون عندنا الخليط كوم ينموس ويكون شوية شدروا حوكي ما راكم تشوفو باش ما يجيناش دخولي كيد ونبدأو هنا لدريساج تاعنا يعني ساهل ماهل ديسر ساهل ماهل يوجد بالخف وستقوني جي بنين بزاف بزاف انا دايور من شوية باتخور ديسر مي هذا التحليه نبغيها بزاف لتيراميسو هنا كما شفتوني يغطس لبودوار تاعي في القهوة ونبدأ نستف يعني نديرو ان كوش تاع الخليط تاع البيض والماسكاربون ونبدأ نديرو ان كوش تاع البسكويت ونزيدو ان كوش تاع الموس تاعنا ونزيدو هاكا انسي جسو حتى نكملو حتى نعمرو كامل لترك تاعنا لفيرين تاعنا ولا لكوب ولا كوش تكفشي قولهم وتقدرو ديرو ان بلا كبير لبنات ينمام بغتوش ديرو هاكا دي بعض ما اندividويل تنجمو ديرو ان بلا كبير تنجمو ديرو ان بلا كبير طو نعمال وتستفو يعني نفس الطريقة تديرو لاموس تاعكم هي اللولا تزيدو القاطو تزيدو لاموس حتى نكملوه توجوغ بلاموس هي اللي نديروها فالتالي تقدرو تديروه ثاني لبنات يعني بشبيكولوس هذك البشكولي جي بالقرفة تقدرو تديروه بلافخاز دجانراني ديراتو بلافخاز يعني بلافخويغوج نخلي لكم الوصفة تاع اللي رتو بلافخاز في صندوق الوصف يعني عندنا طرق عاديدة باش نخدمو هذل الوتيغاميسو ميانا شخصيا هذي اقول لكم المفضلة عندي باش كون بغي بزاف لذوق تاع القهوة هنا ندخلوه البنات الفريقو كيما راكم تشوفو فالا هني وجدتو هذي الكامياتات نيستا ندخلوه الفريقو البنات تعالي للاقل خلوه يريحث من الساعة ولا تقدروه بلافخاز كيما اليوم وتاكلوه غضو ان شاء الله وكي يخرج انظروا عليه الكاكاو هذي الوتيغاميسو تعالي البنات توجد كيما قلت لكم تضروا عليه جوست في المومات تعالي تروحوا تحطوه جوست امتي بوت كاكاو مر باش يجيكم بنين هذا مكان ما ديروش الكاكاو مقبل بسكو البنات اللي دخلتوه الكاكاو ودخلتوه الفريقو راح راح يتشمخ لكم وفيزيوالما ما يجيش الشباب يعني دبخي فرنس حتى الدقيقة التالية وتضروا عليه الكاكاو وتحطوه وانا زوقتو هنا يا بوحدة تعالي شوكولا وانتو ما هذك شي على حسب ذوقتاكم هذي هي البنات فيما يخص وصفة عنهر اليوم هنشوفوه بداخل كيفاش يجي نقولكم تهلا وفرواحكم و الى وصفة قديمة ان شاء الله اشتركوا في القناة